في تصريح تلفزيوني أكد وزير الخارجية التركي مولو تشاوش أوغلو أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لنظام السوري في مواجهة تنظيمي قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني الذين تعتبرهما أنقرة إرهابيين الوزير التركي شدد على أنه من الحق الطبيعي لدمشق تزيل ما أسمه تنظيما إرهابيا من أراضيها مضيفا أن واشنطن وموسكو لم تفيا بوعودهما في إخراج الإرهابيين من المنطقة وهذا يدل كما قال على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب فيما بدى ذريعة لتركيا من أجل شن عملياتها العسكرية في الشمال السورية وفي وقت سابق كشف مسؤولون من قصد عن اتفاقية غير واضحة مع الحكومة السورية برعاية روسية وإيرانية أفضت لإرسال أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس لتعزيز قدرات هذه المجموعات المسلحة لمواجهة أي عملية عسكرية تركية وعلى نحو المتزايد يضيق الخنق على قصد لتظهر وكأنها بين فكاي كماشا تركيا من الشمال والجيش السوري من الجنوب تتحين الأولى الفرصة لبدء عملياتها العسكرية ضدها وتضغط الثانية لتحصيل مكاسب إضافية واستتراجع التواجد الأمريكي في سوريا هذا وتعكس فيديوهات التي تظهر أرتارا عسكرية ترسلها دمشق إلى شمال غربي وشرقي سوريا أن العمليات التركية باتت وشيكة بينما تجد قصد نفسها ملزمة على تقديم التنازلات بما يضمن لها التصدي لأي هجوم تركي محتمل موسيقى